قبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب عودة لاستكمال ما تبقى من هذا الموعد الإخباري وقبل أن ننتقل للأخبار الثقافية لبأ سنذكر ببعض الأخبار ففي إطار حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطنية الشعبية تابعة للقطاع العملياتي لولاية وهران بإقليم الناحية العسكرية الثانية وبتنسيق مع أفراد الدرك الوطني أوقفت تاجري مخدرات وضبطت 1050 كيلوغراما من الكيف المعالج المعالج أقول وصيارة سياحية والمفارقة وحسب الصور الملتقطة لكميات السموم المحجوزة فإن تجار المخدرات أطلقوا اسم الخفاش على شحنة المخدرات